الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة تخليد الدكرة الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفية الخطاب الملكي سيبت على أمواج الإدعاء وشاشة التلفزة اليوم السبت ابتداء من الساعة التاسعة مساء كما سيترأس جلالة الملك حفظه الله زوال يوم غد الأحد حفل استقبال بساحة عمالة المضيق فنيدق بمدينة المضيق وزوال يوم الاثنين واحد وتلاتين يوليو سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة طوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشفاء العسكرية والمدنية وبهذه المناسبة ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة طوان كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة طوان